إصلاح اختبار الرياضيات الثلاثي الثاني السند الأول نظمت مدرسة احتفالا بعيد الطفولة شارك فيه تلاميذ المدرسة شارك تلاميذ السنة الأولى في عرض من التعبير الجسماني فكانوا أربع بنات وخمسة أولاد التعليمة الأولى أولا أحسب عدد الأطفال المشاركين في العرض أربعة زائد خمسة يساوي تسعة ثانيا أرتب أعداد العملية من الأكبر إلى الأصغر تسعة أكبر من خمسة أكبر من أربعة ساهم كل تلميذ من تلاميذ السنة الأولى بما قدره عشرة مليمات لشراء بلونة لتزيين قاعة العرض ثالثا أحيط بخط مغلق ما يمثل عشرة مليمات السند الثاني أما تلميذ السنة الثانية فقد شاركوا بست لوحات من الرسم الخطي وأربع لوحات من الفسي فساء التعليمة الثانية أولا أحسب عدد اللوحات في الجملة ستة زائد أربعة يساوي عشرة ثانيا أرتب أعداد العملية من الأصغر إلى الأكبر أربعة أصغر من ستة أصغر من عشرة بعد شراء أوراق التصوير بقي لكل تلميذ ثمانية مليمات ثالثا أمثل ثمانية مليمات بالقطع النقضية السند الثالث أما تلاميذ السنة الرابعة فقد احتفلوا بعيد ميلاد صديقتهم خولة وبهذه المناسبة اشتروا مرتبة جميلة وزينوها بست شموع حمراء وثلاث شموع صفراء التعليمة الثالثة أولا أحسب عدد الشموع لأعرف عمر خوله ستة زائد ثلاثة يساوي تسعة ثانيا أرتب أعداد العملية من الأكبر إلى الأصغر تسعة أكبر من ستة أكبر من ثلاثة بعد شراء المرتبة أرجعت المعلمة لكل تلميذ هذه القطع النقضية ثالثا أحسب قيمتها بالمليم ستة مليمات السند الرابع استدعت إدارة المدرسة مهرجا معروفا أمتع الحاضرين بألعاب بهلوانية مدهشة في العرض الأول استعمل أربع كرات بيضاء واثنتين صفراء وكرة واحدة خضراء التعليمة الرابعة أولا أحسب عدد الكرات في الجملة أربعة زائد اثنان زائد واحد يساوي سبعة وفي العرض الثاني دعا مجموعة من التلاميذ والأولياء للمشاركة في رقصة فكانوا أربع بنات وستة أولاد وولية واحدة ثانياً أحسب عدد المشاركين في الرقصة أربعة زائد ستة زائد واحد يساوي إحدى عشر السند الخامس هذا مشهد يمثل المهرج مع الحاضرين التعليمة الخامسة ألون يد المهرج اليمنى أشتب الخطأ ماما أمام وراء المهرج أحيط بخط مغلق من هو على يسار المهرج المهرج ترجمة نانسي قنقر